أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن أبو الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة على أهمية تواجد مملكة البحرين في بطولة ديزرت فوس الحادية والعشرين التي من المقرر إقامتها اليوم بمدينة الحسين الرياضية تحت شعار المواجهة كما أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن المشاركة تعزز مكانة البحرين بين الدول على المستوى الرياضي والشبابي بشكل عام مضيفا أن تواجد البحرين في هذه البطولة سيساعد على الترويج للبحرين كدولة متطورة على الصعيد الرياضي لسيما في هذه اللعبة وأشار سموه لأن جميع المقاتلين والفرق المشاركة تعتبر فائزة بتواجدها في هذه البطولة من خلال الاحتكاك بين المقاتلين واكتساب الخبرة وتطور مستواهم للأفضل وتهيئة الأجواء للشباب لممارسة هذه الرياضة بصورة آمنة وفق اللوائح والأنظمة بالإضافة إلى اكتشاف عدد من المقاتلين الذين يمتلكون قدرات قتالية كبيرة للوصول بهم إلى العالمية معتبرا سموه أن البطولة تجمع بين الدول العربية في تجمع رياضي وتنمي الروح الرياضية بينهم وأشار سموه إلى أن مشاركة المصنف الثالث عشر بالشرق الأوسط المقاتل المحترف حمزة الكوهجي ببطولة ديزارت فورس 21 والذي سيجمعه بالمقاتل الأردني عز الدين الديرباني تأتي من منطلق حرص واهتمام المملكة بجميع الرياضات التي يمارسها الشباب البحريني الذي يسعى من خلالها لتحقيق النتائج الإيجابية في أكبر البطولات العربية تشارك مملكة البحرين بكل جدية فبعد انتهاء الاستعدادات القوية ورفع الروح العالية والمعنوية أنهى مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين أنهى الوزن الرسمي والفحص الطبي ليعلن جاهزيته بشكل تم للنزال الرئيسي لبطولة ديزارت فورس والذي سيجمعه بالمقاتل الأردني عز الدين الريباني والذي حل بديلا قبل ثلاثة أيام فقط عن المقاتل السعودي عبدالعزيز إجليتان أحين بعد الوزن نبتدي نرفع الوزن نبتدي نزايد قد ما تقدر عشان نهدش المباراة على أكثر من الوزني الطبيعي لأن في اللاعبين الممي هؤلاء ينزلون الوزن ويحاولون في 30 ساعة يزيد وزنهم قد ما يقدر هو أكيد بين لاعب ولاعب أكيد فيه فارق عز الدين بيلعب على وزن السبعين يعني بيكون ناثقل يقولون أنه هو ينزل من يعني سابع ثماني كيلو بيكون ناثقل مني بس فينا هنا بارز حقايش يحطونا جدوم يعني الحمد لله استعداداتي كانت جميلة وبذنان الله بفوز اسم الشيخ خالد مم قصر معنا دعم معنا ويدعم كل شيء لأن اسم الشيخ خالد مو بس واحد قاعد يسوي سبونزر حق فريق هو قاعد يتابعهم بنافسه هو قاعد يعني يغيروا لعبي الشيخ خالد أعرف قبل ما أنا أعرف هو كلامني نجتمع معه كل شيء تكون خطوة بخطوة مع اسم الشيخ فهذا الشيء يعني هو يدي شجع ويدي يعطي نثقة الشيخ خالد يكون معي في كل شيء حمزة استعد إلى البطولة بشكل جيد إن شاء الله غدا سنفوز حمزة مقاتل جيد ومجتهد وأسل الله توفيق وإلى تحدي آخر فقد قررت منظمة ديزرت فورس رفع أوزان المقاتلين من 66 كيلو جرام إلى 70 كيلو جرام فبالرغم من الوقت القصير إلى أن حمزة استطاع رفع وزنه بإصراره على المشاركة في البطولة ليدخل المقاتل البحرين في تحدي جديد باللعب في وزن آخر تغيير اللي صار طبعا بعد إصابة عبدالعزيز جليدان أو قبل الجولة هذه طبعا صار في تغيير ودخل اللاعب الأردني مع حمزة أعتقد المواجهة راح تكون بعد جدا يعني مش سهلة راح تكون بنسبة لحمزة بحيث أن اللاعب الثاني أيضا مستعد ونحن نقول بعد حمزة مستعد في نفس الوقت توقع أن هي يعني ما وضعت كتايتل في هذه الجولة إلا لقوتها ولقوة حمزة ولقوة اللاعب الثاني توقعاتي طبعا أنا دائما متحفظ في التوقعات لكن راح نشوف مباراة جدا جميلة فريق KHK MMA مبادرة رائعة من سمو الشيخ خالد وبهني على المبادرة اللي بسويها ونحن صراحة ندعمه بأي طريقة ممكن يطلبها دازوت فورس ورا فريق KHK مبسوطين كتير لأنه فريق KHK معنا في عنا هلأ حمزة الكوهيجي هو الممثل وحيد لفريق KHK مع اجتياز المقاتل حمزة الكوهيجي الوزن الرسمي والفحص الطبي يبدأ العد التنازلي لانطلاق البطولة وتبقى خطوة واحدة لإحراز لقب دازرت فورس حزم الشيخ لتلفزيون البحرين عمان